اشتركوا في القناة نهار الحد 21-11-2013 فقراتنا متنوعة معاك والنهار ده نبتزي بفقرة الصحافة ومجموعة كبيرة من الأخبار منها أخبار عن جامعة الأزهر والأحداث التي حصلت فيها مؤخرا والاشتباكات التي حصلت فيها قدت لدخول الشرطة للحرم الجامعي مرة تانية والمدينة الجامعية مرة تانية مضطرين هذه المرة وعندنا كمان أخبار عن لجنة الخمسين وأخبار عن تغير الموقف الأمريكي تجاه مصر مؤخرا بعد تصريحات كاري كل ده نتابعه في فقرة الصحافة لكن عندنا كمان ضيف مهم جدا النهاردة هو محافظ ألف يوم دكتور حازم عطية الله هو موجود معنا النهاردة نتكلم معاه عن أهم إنجازاته في المرحلة التي تولى فيها منذ أغسطس 2013 وأهم الإنجازات في المحافظة وأهم مشاكل المحافظة مفهوم الجهاد في الإسلام مهم جدا أننا نفهمه بعد سلسلة العمليات العبيطة التي حصلت الفترة التي فاتت من مجموعة من المغيابين أو يطلق عليهم حاجات كثيرة لكن هنفهم أكتر مفهوم الجهاد يعني كلمة الحقيقية من شيخنا أحمد الصوي هيكون من نورنا النهاردة هنتكلم معاه زي كل يوم جمع في فقرة دينية وكمان هيكون عندنا فقرتين في الآخر فقرتين لطاف هيكون المخرج شامس سنباطي مدير مهرجان أفاق مسرحية يعني هنتكلم معاه عن انطلاق المهرجان وعن آخر المستجدات فيه وأخيرا وليس أخيرا الشعر ياسر قنطوش هنتكلم معاه عن آخر أعماله الأدبية دي فقراتنا النهاردة باقتصار لكن أكيد هنتبعها بالتفصيل بعد الفاصل وفقرة الصحافة شكرا